اشتركوا في القناة ها هو بين ايدينا ها هو هنا كي اعطينا المكان الذي نتواجد فيه اعطينا نتواجد في مدينة الضار بيداء هذه النقطة بالازرق هي المكان الذي نتواجد فيه هنا اللي نريد ان نحسب المسافات ونذهب للعيقون الموجودة على اليسار ها هي في الاسفل على اليسار ها هي زائد نأخذ ديستانس ديستانس اي تحديد مسافة من وإلى ها هي ديستانس نأخذ ميزير مانيال يعني باليد تحديدها باليد ها هي نأخذ مثلا هنا نصغير نضغط على ناقص لتصغير ها هي ها هي نأخذ مدينة الضار بيداء مثلا من الدار البيضاء ها هي نضرب النقطة نضغط فتصبح لنا نقطة رمادية ها هي نحسب مسافة بين الدار البيضاء والجديدة مثلا ها هي نصغير نصغير ها هي الدار البيضاء الجديدة نضغط من هنا نضغط في مدينة الجديدة ها هي ها هو 90 كيلومتر 90 كيلومتر ها هو في الأسفل في الآلاء على اليسار ديستانس 90 كيلومتر 90.541 كيلومتر نزيل هذه المسافة نضغط على السهم هذا السهم إلى اليسار نزيل المسافة نذهب إلى مدينة آسفي هنا نضغط مئتان وواحد نحن نعلم أن المسافة بين الدار البيضاء وآسفي تكون مئتان وتسعة واربعون يعني من وسط المدينة إلى وسط المدينة هنا ليس وسط المدينة وهنا ليس وسط المدينة هاي تقريبا نضغط إلى السهم الياسار نزيل ونتهب إلى مدينة مراقش ها هي مئتان وثمانية عشر هكذا إذا أردنا حساب مسافة داخل المدينة نرجع إلى مدينة الضرب إذا نرجع إلى مدينة الضرب إذا هكذا هكذا نأخذ مسافة صغيرة من هنا نزيل من هنا إلى هنا ها نخرج أو نعيد دخول نأخذ من أول مرة دستانس هنا نأخذ مسافة من هنا إلى هنا هاي مئة وعربعة وتعملون متر مئة وعربعة وتعملون متر يعني الثناث نفس الحي هكذا هذا التطبيق شيق لمن أراد أن يحسب المسافات وشكرا ترجمة نانسي قنقر